بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الرابع ابتدائي من معاهد وبرامج التربية الفكرية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان في مادة التربية البدنية اليوم إن شاء الله مهارة جديدة ودرس جديد له القفص لارتفاعات مختلفة بطريقة صحيحة وآمنة أكيد كلكم أبطال نتذكر دائما أو نستذكر مع بعض قوانين التعلم عن بعد دائما نجهز كتبنا وأدواتنا التي نحتاجها قبل بداية الدرس نستمع إلى المعلم أو المعلمة بكل تركيز أيضا نتابع الدرس حتى ينتهاء الوقت المخصص حتى نحصل على الفائدة كاملة يا أبطال فوعد ممارسة النشاط الرياضي أكيد يا أبطال أن الرياضة ترتبط بالصحة فعشان تعيش حياة صحية لازم تمارس الرياضة وأكيد تتبع سلوكيات سليمة مثل النوم المبكر أيضا تناول ثلاث وجبات خذائية صحية وفي وقتها المناسب أيضا شرب كميات كافية من المياه طوال اليوم حتى تحصل على فوعد عديدة منها فوعد أنك ترتفع مستوى اللياقة لديك ويصبح عالي جدا في الشخص اللي مارس الرياضة غير الشخص اللي ممارس الرياضة أيضا صحة عقلك ومزاجك تكون أعلى وتكون دائما مبسوط وسعيد أثناء ممارس الرياضة أيضا تظهر شكل جسمك بشكل جميل ولائق وأيضا تمنعك من اكتساب وزن زائد وأيضا تقيك بإذن الله من أمراض عدة مثل أمراض السمنة والسكري وأيضا أمراض القلب كفان الله وإياكم شرها وتخليك قادر على ممارسة جميع أعمالك اليومية خصوصا الرياضية عرفت المتطلبات يا بطل عرفت أن ممارسة الرياضة تعطيك هذه الفوائد اعمل دائما ممارسة الرياضة حتى تحصل على الفوائد وتعيش حياة صحية وسعيدة دائما يا بطل نوجه رسالة أكيد لو لي الأمور الأفاضل نطلب منكم دائما التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم بما أننا نتكلمنا عن أهمية ممارسة الرياضة يا أبطال جاهزين الآن نمارس بعض التمرين يا أبطال مع بعض قبل بداية التمرين يا أبطال نتأكد أن المكان حوالينا لا يوجد فيه أي عواقق تتسبب لنا في إصابات يا أبطال ونكون نابسين الزي الرياضي المناسب أثناء ممارسة الرياضية وفي مكان تهويتة جيدة ولا يوجد فيه أتربة أو أقبار يا أبطال على القدمين قف أول تمرين معنا لهذا اليوم جري خفيف في المكان جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة A-B-T-D واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اتنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافي يا أبطال تهينا من التمرين الأول ننتقل للتمرين الثاني لظهر معنا بالصورة يا أبطال فلتجزع الناحية اليسار أربع عدات والناحية اليمين أربع عدات بالشكل هذا يا أبطال يد اليسار في المنتصف يد اليمين فوق الرأس تمرين جمع ابتدي يسار نين ثلاث أربع يمين نين ثلاث أربع يسار نين ثلاث أربع يمين نين ثلاث أربع يسار يمين نين ثلاث أربع يسار نين ثلاث أربع قلب ترتفع وهذا معدل طبيعي أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية كلما ارتفع وقت ممارسة الرياضة أو شدة التمرين كلما ارتفعت نبضات القلب وأصبحت ترتفع بشكل أكبر لذلك يجب علينا دائما نسوي عملية الشهيق والزفير واللي هي سحب الهواء بكل هدوء من الأنف وإخراج بكل هدوء من الفم سويها مع بعض يا أبطال من مرتين إلى ثلاث مرات يا أبطال بين كل تمرين وتمرين التمرين الثالث تمرين السكوات وهو نزول الجسم كاملا وصعود الجسم كاملا تكون قدمين بالشكل هذا يا أبطال ما تكون قدمين بالشكل هذا ما نفتح قدمينها بشكل مبالغ فيه بل تكون القدمين بالتساع الكتفين أو أوسع قليلا يا أبطال واليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن والنزول عدة كاملة مع الصعود جهزين يا أبطال تمرين جماعة ابتدي 1 نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عاشرة يعطيكم العافية يا أبطال كذا نكون انتهينا من تمرين الإحماء ندخل على جانب الإطالات أول تمرين معنا يا أبطال أكيد كلكم أبطال وحفظتوا أشكال التمرين وكل تمرين يخدم أي عضلة لذلك نشوف التمرين هذا يا أبطال راح يأدي للعضلة الخلفية للفخذ هنا يا أبطال من خلال نزول الجذع للأسفل والثبات لمدة عشر ثواني مع عدم ثني الركبتين الركبتين ما تكون كذا يا أبطال بل تكون الركبة ممدودة أثناء أداء التمرين حاولوا الوصول لأقصى مدى تستطيع الوصول له نسويه مع بعض يا أبطال نبدأ بالقدم اليمين نمدها بشكل كامل نثني الجذع للأسفل والثبات لمدة عشر ثواني تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال غير القدم الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال أكيد مثل ما أعطينا العضلة الخلفية للفخت تمرين لازم أي طول العضلة الأمامية للفخت نعطيها التمرين لظاهر معنا بالصورة من خلال سحب القدم اليمين باليد اليمين والقدم اليسار باليد اليسار لما نسحب القدم اليمين باليد اليمين واليد الحرة التي هي اليد اليسار ترتكز على حائط حتى لا تفقد التوازن وتسقط بالشكل هذا أبطال يد اليسار ترتكز على حائط أو جسم ثابت حتى لا تسقط أيضاً اليد اليمين نبدأ معها بالقدم اليمين تمرين جماعة أبتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يبطال واحد نين ثلاثة أربعة خمس ستة سبع ثمان تسع عاشر يعطيكم العافية أبطال انتهينا من أداء تمارين بسيطة جداً هذا دليل يا أبطال أن ممارسة الرياضة لا يتطلب وجود مكان مخصص لممارسة الرياضة إذا لم يتوفر لديك مكان لممارسة الرياضة تستطيع أداءها في المنزل من خلال التمارين البسيطة التي أدنها ممارستك للرياضة بشكل يومي ستكون سبب بإذن الله مع اتباع السلوكيات الصحيحة سبب بإذن الله لأنك تعيش حياة صحية بعيدة عن الأمراض أو الإصابات ونحو ذلك كفان الله وإياكم شرها طيب يا أبطال نشوف درسنا لهذا اليوم مع بعض القفص لارتفاعات مختلفة بطريقة صحيحة وآمنة ماذا نقصد بالقفص؟ القفص مهارة من المهارات الحركية الأساسية الانتقارية ويعتبر أحد أنماط الوثب معناتها يا أبطال أكيد كل ما قلنا كلمة قفص يتبادل بذهنك أني أقفز أو أنط في مكاني بما يسمى القفص أو الوثب القفص يكون إما للأعلى أو للأمام يا أبطال وأكيد أنه له علاقة في رياضات عدة كثيرة يا أبطال وأكيد أنه سنأخذها في مراحل قادمة لكن قبل أن نتعلم هذه المهارات يا أبطال والرياضات يجب علينا أن نتعلم الطريقة الصحيحة للقفص واليوم إن شاء الله سنبينها مع بعض إلا أن هناك اتفاقا على تصنيفه مهارة مستقلة لزيادة درجة صعوبته عن أنماط الوثب الأخرى ويأخذ القفص شكلي من أشكال أداء عندنا شكلي من أشكال أداء في القفص يا أبطال أولا القفص باستخدام أدات مساعدة نشرح إن شاء الله في درسنا لهذا اليوم أما الثاني أبطال القفص لاجتياز أشياء مستقرة على الأرض أي الشكل الأولي أبطال يكون حاجة أو أدات نستخدمها للانتقال من مكان إلى آخر أما الثانية تكون أدات مثل اللي ظهر أمامنا في الصورة تكون نحاول نتجاوزها وهي ثابتة على الأرض إما نتجاوزها من خلال المشي أو الجري أو من خلال الثبات في المكان والقفص وتجاوزها يا أبطال اليوم سنأخذ إن شاء الله القفص باستخدام أدات مساعدة يكون القفص بأدات مساعدة مثل قاعدة ارتكاز للطالب أثناء أدائه للقفص نشوف هذه يا أبطال الكور المطاطية شايفينها هذه يا أبطال هذه الكور المطاطية أحيانا تجي بقاعدة ارتكاز في المنتصف أو بقاعدتين مثل ما نشايفين هنا يا أبطال تكون ترتكز عليها اليدين ومحاولة القفص من مكان إلى آخر نضع نقطتين نقطة مكان للبدء ونقطة مكان للنهاية يا أبطال ويتم هذا النوع باستخدام أدات مثل الكورة المطاطية مثل ما ذكرنا سابقا يا أبطال هذه الكورة المطاطية هنا يا أبطال الكبيرة ذات المقبضين فيقبض الطالب على مقبضية الكرة بيديه وهي أمامهم على الأرض تكون الكورة المطاطية يا أبطال أحد الأدوات فيه أدوات جدا كثيرة لكن اليوم نضرب مثال على الكورة المطاطية تكون كورة المطاطية تستطيع القفص على الأرض من دون أيضا أن تتأثر لكن لازم نذكر دائما أن لما نستخدم أي كورة لازم نتأكد من سلامة الكورة أيضا أنها قابلة للقفص أو حتى ما تسبب لإصابات يا أبطال فدائما نتذكر أن عوامل الأمن والسلامة أهم من ممارسة النشاط الرياضي بعد ذلك يا أبطال نحاول نجيب كرة مطاطية لها قاعدة تهيين ارتكاز أو حتى قاعدة في المنتصف ونستند عليها ونحاول القفص بالطريقة التي سنذكرها يا أبطال الآن يرتكز عليها ليقفز إلى الأمام ثم يحرك الكرة للأمام قليلا ويعود الارتكاز عليها مرة ثانية وهكذا أي في البداية يستطيع الطالب الجلوس على الكرة المطاطية ويحاول القفص من وضع الجلوس أكيد أن الطالب سيتحرك والكرة ستقفز الأعلى رح ينتقل خطوة من مكان إلى المكان الذي يلي يا أبطال ورح نشوف فيديو يشرح هذه المهارة يا أبطال مع بعض نشوف هذا النموذج يا أبطال شايفين كيف يقبض على قاعدة الارتكاز نشوف الكرة المطاطية المستخدمة هنا نشوف أنها آمنة مهما قفز فيها على الأرض لا يتأثر طبعا المهارة جدا بسيطة لكن رح تعلمك أساسيات القفص يا أبطال وكيف تكون أيضا وضع قدمينك هذه توزلك وضع قدمينك يا أبطال حتى تستطيع عداء القفص في مراحل أصعب مستقبلا يا أبطال شوف فيديو آخر شايفين كيف القفص حتى يتعلم كيف يثني الركبتين أثناء القفص أيضا كيف يكون وضعية القدمين أيضا كيف يكون النظر للأمام أيضا أثناء القفص شوفها مرة أخيرة أيضا يا أبطال وضع المعلم هنا نقطتين نقطة للبد ونقطة للنهاية يدور الطالبين حول النقطتين حتى يؤدون المهارة بشكل جيد شوف فيديو آخر نشوف وضعية القدمين متساوية وهذه فائدة الكرة المطاطية أنها تساعدك على أداء المهارة بشكل دقيق ولا تسمح لك الوقوع بالأخطاء يا أبطال طيب يا أبطال أكيد كلكم الآن متحمسين لأداء المهارة لكن دائما نذكر أن أداء المهارة يجب أن تكون برفقة المعلم يا أبطال أو المعلمة أو برفقة ولي الأمر أو مدر المتخصص أيضا استخدام وسائل آمنة لأداء المهارة حتى لا تقع في إصابات فحاول عدم عمل المهارة إلا بتوفر أدوات مناسبة يا أبطال شوف هذا نموذج أخير يكون بشكل أسرع وهذا دليل التدرج وأن الطالب وصل بأداء المهارة لمستوى عالي يا أبطال مراجعة أو توصيات لدرسنا يا أبطال عدم عمل المهارة إلا بوجود معلم تربية بدنية مثل ما ذكرنا حتى يعلمك الأساسيات أو الخطوات الفنية بشكل صحيح أيضا استخدام أدوات آمنة عند أداء المهارة ذكرنا أن الكرة المطاطية يجب أن تكون آمنة حتى لا تتعرض لإصابات لا سمح الله التدرج في آداء المهارة ما ينفع أنك تبدأ بمهارة على طول تمسك الكرة وعلى طول تحاول تقفز لازم تأدي الخطوات الفنية مثل ما ذكرناها وتأديها بشكل صحيح حتى تصل إلى مستوى عالي في آداء المهارة أسئلة لدرسنا لهذا اليوم يا أبطال السؤال الأول لا يعتبر القفص أحد أنماط الوثب هل القفص يا أبطال هو أحد أنماط الوثب؟ هو أحد الأشياء أو طرق الوثب أو لا؟ هنا يقولك لا يعتبر القفص أحد أنماط الوثب إجابة صحيحة أو خاطئة يا أبطال نرى الإجابة مع بعض إجابة خاطئة بل يعتبر القفص أحد أنماط الوثب السؤال الثاني يا أبطال الفيديو المرفق هو لمهارة القفص لتجاوز الارتفاعات مختلفة نحن قلنا في آداء ثابتة نقفز وهي ثابتة في الأرض لكن هنا تم استخدام يا أبطال ليش؟ أبطال كرة مطاطية لمحاولة الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى حتى نتدرج في مرحلة القفص باستخدام أداة يا أبطال فالفيديو المرفق هو لمهارة القفص ليش يا أبطال؟ باستخدام أداة مساعدة مثل الكرة مطاطية فالإجابة خاطئة ليست لتجاوز ارتفاعات مختلفة في ختام الدرس يا أبطال أتمنى أنكم استفدتم استمتعتم معنا في درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه في أمان الله اشتركوا في القناة